أفرج مسلحون عن عدد من الرهائن خطفوا منتصف فبراير في وسط نيجيريا وعادوا إلى أسرهم في حين لم ترد أي أنباء عن الثلاثمائة والسبعة عشرة فتاة اللوات خطفنا الجمعة من مدرسة في شمال غرب نيجيريا وفي التفاصيل أفرج السبت عن تلاميذ وأساتذة خطفوا منتصف الشهر الحالي في مدرسة داخلية بولاية النيجير واستقبلهم حاكمها الذي أشار إلى أن عدد الرهائن لم يكن 42 بل 38 بينهم 24 طفلا مؤكدا سلامة الجميع وأن أحدهم نقل إلى المستشفى والبعض أصيب بجروح أوهم في حال صدمة وفي حين لم ترد أي أنباء عن الفتيات الثلاثمائة والسبعة عشرة اللوات خطفنا الجمعة تبذل حكومة البلاد قصار جهدها لعودتهن سالمات في أقرب وقت ويبث المسلحون الزعر في صفوف السكان المحليين لكونهم ينفذون عمليات خطف جماعي مقابل الحصول على فدية وينهبون القرى ويسرقون المواشي منذ سنوات خصوصا في شمال غرب ووسط غرب نيجيريا لكن مؤخرا باتوا يكثفون عمليات خطف الأطفال من المدارس وفي حين يتعرض فيه الرئيس النيجري محمد بخاري لانتقادات شديدة بسبب الوضع الأمني الكارثي أكد هذا الأخير أنه لن يرضخ لابتزاز المجرمين تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر الماضي تم اختطاف 344 تلميذا من مدرستهم بطريقة مماثلة للحادث الأخير في نيجيريا وبعد أيام قليلة أفرج عنهم واستمزاعم عن دفع فدية ضخمة وهو الأمر الذي نفته حكومة نيجيريا ومع هذا فإنه لم تتم معاقبة أو حتى تحذير أي من المجرمين المتورطين في الحادث السابق على جرائمهم وفي الواقع فإن أحد منظمي هجوم ديسمبر قد تم قبوله مؤخرا من قبل حاكم الولاية بحجة أنه تب وهذا ما رأى فيه مراقبون مطلعون دليلا على أنه لم يتم تعلم أي دروس من الحوادث السابقة خصوصا أن المدرسة التي جرى اختحامها في ديسمبر تركت من دون حراسة أمنية كما أنه يمكن للمجرمين الآخرين الذين يراقبون ما حدث أن يروا أنه لا توجد عواقب للجرائم ما يعني تكرار حوادث الخطف ترجمة نانسي قنقر